ساعة السفير لو نظرت معي إلى هذه الشاشة إلى المنظر الذي تشاهده غزة وأنت ابن غزة صحيح نعم كيف تنظر اليوم إلى محل في غزة وإلى الوضع يعني كيف تنظر إلى من كان يسيطر على غزة وتوجد عدة جهات تحاول أن تكون عقلانية وأن تقول أن حماس ساهمت بجزء كبير من هذا الدمار الذي نراه ابن غزة كيف يقيم هذا الموضوع؟ أولا نعم أنا ابن غزة ولدت في غزة وربيت في غزة وذهبت إلى مدارس غزة وعدت بعد ما تخرجت من الجامعة إلى غزة وخسرنا بيتنا في أكثر من بيت يعني بيت العائلة خسرنا تدمر بالكامل بيوت أخرى فقدنا من العائلة أقرباء ابنة عمي وبنتها قتلوا بشكل بشع في الحرب الله يرحمه يعني شيء مؤلم جدا لم يتبقى هناك عائلة في غزة لم تفقد عزيز أو ملك أو بيت أو مصلحة اقتصادية شيء مخيف ما يحدث في غزة ولم نكن في يوم من الأيام نتوقع أن الأمور قد تصل إلى هذا الحد عودة إلى سؤالك أعتقد أن اليوم ليس هو الوقت لأن نتحدث في ذلك بعد أن تنتهي هذه الحرب وتنتهي جريمة الإبادة نعم سيكون هناك كثير من الأسئلة سيكون هناك كثير من الأسئلة بمنطق الربح والخسارة نحن نعرف أن للحرية ثمن كبير ما في شعب في العالم تحرر دون ضحايا ودون خسائر نحن نعرف ذلك تماما لكن بعد ما تضع الحرب أوزارها يجب علينا أن نقف ونرى مرة أخرى بحسابات بسيطة هل فعلا هذه التضحيات أدت في النهاية إلى التحرر والإنعتاق وأن يعيش الشعب الفلسطيني كريم وحر في دولة المستقلة؟ اليوم أكثر من 35 ألف شخص فقدوا حياتهم بهذه الأحداث في الأمس أيضا شاهدنا مشهدين مشهدين لن أوصفهم أي شيء صباحا قامت كتائب حماس بقصف صواريخ فعليا الصواريخ ليست أكثر من مؤسرات صوتية وفي المساء حصلت المجدرة التي قضى من خلالها أكثر أو ما يصل إلى 40 شخص والأحصاءات الله أعلم فيها هل ترى أن هنا فعليا يوجد شيء يساهم فقط في قتل الفلسطيني في غزة؟ سيدي في النهاية الأمور تقاس بنتائجها يعني عشان هيك أنا بقول أليست هذه النتائج؟ أليست هذه النتائج؟ هذه نتائج مروعة لكن أنا بقول بنتائجها من المنظور السياسي هل ستقودنا إلى الإعيطاء إلى الحرية إلى السيادة؟ أم هو مسلسل من مسلسل الجرائم؟ لكن بأي حال من الأحوال يجب أن نقف ونضع أسئلة كبيرة حول ما حدث في غزة هذا من حق الشعب الفلسطيني من حق قوة الشعب الفلسطيني بالكامل أن تحكم على ما حدث والمسؤول سيتحمل مسؤوليته لكن أنا بقول أنه ليس الآن هو الوقت لطرح هذه التساؤلات ولكن مع أن هذه التساؤلات صراحة تطرح يوميا على كافة الإعلامات هي التساؤلات مشروع